صباح او مساء الفل على حسب بتشوف الحلقة دي امتى اسبوع سخن في ريال مدريد مش لاحق امانتش ولا سجل حلقات دوري وكاس واخناقف برشلونة ميسي وابدال تعالوا نشوف حصل ايه في الاسبوع ده مرسلو 500 ماتش مع ريال مدريد وبكده يبقى لعيب رقم 12 في تاريخ النادي اللي يوصل للرقم ده ريال مدريد في شهر يناير متصدر الليجا بينافس في ابطال اوروبا 20 ماتش بدون هزيمة طبعا قبل ماتش مبارع بحتاج الكاس وكل ده من غير هازرد واسنسيو لما نشوف رجوعهم هيساعد النادي ازاي ديربي مدريد اتلتكو والريال ماتش قوي وصعب بيقربك خطوة كبيرة من الليجا ريال مدريد بيبدأ الماتش دوت ب4-5-1 الناحية التانية اتلتكو 4-4-2 كلاسيك طبعا منطقي اتلتكو يلعب كده عشان كده انا شايف ان اتلتكو لعبه صح جدا بيحاول يأمن وسط الملعب بيحاول عارف خطورة دير مدريد في النص لكن الغريبة شوية بالنسبالي 4-5-1 بتاعت زيدان هو بيحاول يستحوز مش فاهم ليه بنحاول نستحوز في ماتش المفروض انه دوت اصعب او يمكن تاني اصعب ماتش بالنسبالك في الليجا بعد ماتش برشلونة واصلا اتلتكو مش بيحبوا ياخدوا الكورة فهو ما عندوش مشكلة يسيبك تلعب في النص ان شاء الله خمس سنين فبرضو كنت مستغرب شوية وده قدى لشوط اولاني مقفول من الفرقتين وتحس ان لو لعبنا كده زي بقولكو خمس سنين مش هيحصل حاجة وزي ما اتفقنا في اخر ماتشات احنا شايفين في التكتيك شايفين زيدان بيغير دايما تشكيلات بتقلب الفرقة وفعلا شوط تاني مغاير تماما لشوط الاولاني شوط الاولاني فرقة مقفلة جناح يمين وجناح شمال ما لهمش دور طبعا فالفيردي مش 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 مشكلته او يعني الراجل امكانياته المهرية ضعيفة حبة الناحية التانية من دي زي ما اقولنا قبل كده دفاعيا ممتاز الا انه هجوميا ضعيف شوية وحتى لو كانوا بيعملوا حاجة كان بنزيمة تايه وسط تلاتة مدافعين دايما موجودين واعتقل دي كانت تعليمات من سيميوني بنزيمة بيطلع للتمنتاشر او بينزل لنص الملعب فيش اي تغيير لازم تلاتة دول موجودين وسط ملعب متأمن شوط اولاني زي ما قلتلكو مفوش كرة قوية الشوط التاني زيدان بيقاير يعمل تغيير البيل ماتش بالزاد فينيسيو الجونيور اللعيب العشوائي شوية اللعيب اللي ممكن يعمل لخبطة لقال يدفع باللعبه ما كانش دوره يجيب جوان كان دوره يخلق فرص وفعلا عمل كده اختلاف كامل في اداء ريال مدريد ونقطة مهمة عايز اتكلم عليها هي خروج مراطة مراطة مش المهاجم اللي كان لازم يجيب جون معتقدش سيميوني كان عارف ان هو هيجيب جونين تلاتة في ريال مدريد الا انه مراطة بيوقف الدفاع بيتحرك بسرعته بيعمل مشاكل زي ما شفنا في السوبر والطرد اللي كان في اخر الماتش خروج مراطة ريح دفاعات ريال مدريد جدا شو التاني بيخلص واحد سفر ريال مدريد وبيني وبينكم استعداد كويس لماتش الابطال قدام منشستر سيتي تعالوا بقى روح لحاجة تانية خالص وهي تصريح غريب واحنا عادي ما فيش اي مشكلة كده اريك ابيدال بيقول ان العيبة برشلونة العيبة متخزلة ودي حاجة مش مفهومة في ثواني ميسي بيرد كأنه كان متوقع التصريح وبيقول له بلاش نعمم عشان ما حصلش مشاكل في الفرقة مبدئيا كده ما اعتقدش ابدا 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 ان اريك ابيدال مجنون انه يطلع يقول حاجة زي كده من نفسه طبعا كلنا عارفين قوة ميسي قيمة ميسي مش بس في العالم ده بالتحديد في برشلونة ميسي اقهم من رئيس برشلونة نفسه فحاسس كده ان في زقة من الادارة عشان ابدا يقول كلمة زي كده طب ليه ممكن يقول حاجة زي كده انا شايف ان في حاجتين مهمين في انتخابات قريبة في برشلونة واعضاء مجلس الادارة شايفين ان الموسم ده ممكن يكون موسم صفري اداء ضعيف شوية ما اعتقدش برشلونة ممكن يعملوا حاجة في دولي الابطال اللي جرال مدريد متفوق لغاية الوقت اللي احنا فيه دوت موسم هيبقى صعب ممكن يكونوا بيرموا الفشل بتاع الموسم على اللعيبة وطبعا كان رد ميسي بصفته القائد ورد زاكي جدا ان يقوله قول مين عشان ما يحصلش مشكلة بتأثر على النتائج في ظل ما القصة دي بتحصل اه الادارة بتقول ان احنا احتوينا الموقف واعدنا مع بدا البني وبينكو اي احتماء لموقف في الاعلام ده حاجة الا انه اكيد جو النادي هيبقى فيه لخبطة وهيبقى فيه كهربا كده بين الفرقة دخلت هوب منشستر سيتي اعتلك احنا عايزين ميسي طبعا بيني وبينكو برضو اللي يقول لي رأيك ايه قوله ولا اي حاجة مستحيل ميسي يسيب برشلونة ولا السنة دي ولا كمان ميت سنة ميسي في برشلونة لي قيمة كبيرة جدا ميسي في برشلونة مش مجرد لعيب ميسي في برشلونة مش مقرد نجم على عكس في ريال مدريد في بريز ممكن يقول له رونالدو انت برة لكن فيش حد بقوله يقدر يقول لي ميسي انت برة لان ميسي في الوقت الاخير مش في الوقت الاخير ميسي في اخر عشر سنين هو اساس برشلونة ميسي الجمهور بيثق فيه ثقة مش طبيعية وده احنا شفناه في الملعب وشفناه في اي بطولة ميسي بيلعبها في اي ماتش ميسي بيلعبه ميسي لو طلع قال ريال مدريد احسن برشلونة جمهور برشلونة هيقول له اوكي طبعا ده مش يحصل بس اقصد كفكرة ان ميسي دايما كلامه مسموع حاجة ما انا عايزة لومها على الادارة او حاجة بلومها على الادارة تعاملهم مع ميسي شوية بحسوا مش مدين له حقه او بلاشي ممكن مدين له حقه بس مش مدين له الراحة اللازمة انه يكون نجم الفريق عندك بالمنظر ده انت بتضغط عليه حتى السنة اللي فاتت هو بيقول انا محتاج جناح انا محتاج بتعاقده مع نمار انا مش عايز مهاجم فالادارة بتتحرك وبتجيب جريزمان اه ميسي هيلعب مع اي لعيب في الدنيا ميسي لو بيلعب لوحده في الملعب هيلعب الراجل بيحب برشلونة وبيحب الكورة لكن مشكلة كده برضو حطهاله وكل شوية ضغطه يقوله ميسي ما جددش ميسي هيجدد ميسي موسم بتاعه بيخلص لما يكون عندك لعيب بحجم ميسي انت عارف وكل مشجعين برشلونة وكل الناس اللي بتابع الكورة في العالم عارفين ان ميسي في برشلونة يعني الراجل ده ممكن يتعمل له عقد مدى الحال غاية لما هو يقول انا مش عايز العب ساعتها يعني ممكن يبطل لكن حدش هيجبر ميسي ابدا على ان العقد مايتجددش او العقد مايبقاش بالقيمة اللي ميسي طالبها ميسي لو طلع اقل الادارة مش عايزة تجددلي يعني الجمهور ممكن يكسر الملعب وفي اخر حلقاتنا متسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يتفرجوا على مصطفى محسن مدرجات غزال والفانتازي ديوان والستة الكبار بيتكلم عن الدورة الانجليزي شجع كور اشتركوا في القناة